الشيخ زايد أخر العنقود لغاية لما ربنا يرزقنا كده بإذن الله بفتتاح التجمع أعتقد التجمع هيكون قريب مش كده التجمع خلاص الحمد لله يعني خلال على أقصى تقدير فبراير يكون فتحنا في فرق التجمع إن شاء الله فبراير البنية التحتية كلها انتهت يعني ودي أهم حاجة يعني والمرحلة الأولى طيب لغاية لما يجهز الشيخ زايد التجمع لأنه كمان فيه إنشاءات كتيرة الشيخ زايد بقى طريبين الشيخ زايد في حاجة خلاص انتهينا من هي صالة الجنباز والكاراتي الشيخ زايد عشان صديقك المهندس عدلي آه طبعا طبعا أجنبه أيها أقول لك أنا ببص على النادي الثلاث صالات على أعلى مستوى الحمد لله تم خلاص انتهوا اللي هي الجنباز والكاراتي والسكواش اتعامل مقر البنوك ثلاث بنوك يعني على أعلى مستوى الحمد لله في صالة الجنباز والكاراتي والكاراتي والسكواش ده الجهزين للافتتاح ان شاء الله آه ده خلاص آه ده جهزوا لا لا ده مش صور ده صور سابقة شوية لا 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 ده جهزوا خلاص ده وقت الانشاء حاليا تم التشطيبات والجهز تم خلاص انتهي وفي يعني في حاجات برضو تعملت لناك زي ما لعب تنسى الطاولة تركيبة الأرضية بتاعتها يعني تركيبة الأرضية بتاعتها ده تنفس وفي حاجات تحت التنفيذ ان شاء الله هيتم تنفيذها وبيتم الأداد لها اللي هي زي حضرتك التجهيز المنطقة عن صلات جديدة دولة تلات صلات في منطقة حول الصلات دي هيتم بقى تجهيز المنطقة دي بقى بحسنة هتكون في للأعضاء مجهزة الخنمات وخلافه الأعضاء النادي دي هتجهز على أعلى مستوى واعتقد أخذتوا قرار من مجلس إدارة بحمام سباحة إضافي في الشيخ زي إن شاء الله لأن طبعا الحمام سباحة كان موجود يعني كانت فيه مشكلة مترقمة من زمان يعني يعني فالشيخ زيد هيبقى المشروع الحلم الكبير فيه الأستاذ الأستاذ طبعا يعني أنجزته موضوع ترخيصه موضوع سماء بالاردفاعات وخذنا موفد جماعة ومين هي حولي تقريب 60 فدام من أرض الشيخ زيد بحيث نديها تخصص للأستاذ ومن تحت التنفيذ برضو حيكفي اللي هي صالة الجيم اللي عند مجمع السباح اللي برضو إن شاء الله هتتجهز والمبنى الاجتماعي يعني المبنى الاجتماعي هيتعمل في الشيخ زيد وملعب نجيل صناعي فالحمد لله يعني القصة ماشية بحيث إن برضو يبقى كل طلبات الأعضاء بالإضافة للحاجات اللي إحنا بنائد بها الأعضاء هي تتنفيذ إن شاء الله وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا